مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شتى دول العالم سجلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية درجات حرارة قياسية وصلت إلى 37 درجة مئوية مما أدى إلى أعلان حالة الطوارئ وإصدار تحذيرات عن احتمالية حدوث ضربات شمس في 39 محافظة من محافظة البلاد البالغ عددها 47 محافظة ترجمة نانسي قنقر